بسم الله وصلاة والسلام ورسول الله رح تناقض مع بعض الدرسة الثانية في أروح ده الخامسة للصفة الأول الأعدادة الحياة الدينية بيقولك أنا عمو الله عن المصريين منذ فجر التاريخ بأنهم شعب يمين إلى إيه إلى التدين لذا تأثرت حياتهم بشكل كبير بالدين على مر العصور طب ما المقصود بالحياة دينية يعني إيه حياة دينية قالك هي مجموعة المعتقدات والشعائر والطقوس يعني بيعتقد المصريين ايه وبالتالي حيعمل الشعائر اللي بتخليه يعبد معتقداته دي والطقوس اللي بيعملها داخل المعابد او خارجها علشان يأكد او علشان يعبد المعبود بتاعه يبقى يعني ايه حياة دينية الحياة كلها بتاعت الدين بتاعته وهي مجموعة من المعتقدات الشعائر التقوس التي كان يؤديها المصر القديم داخل او خارج المعابد علشان يعبود المعبود بتاعه تمام كده زي ما احنا قلنا خصائص الحياة الدينية ايام العهد الفرغوني او العصر الفرغوني تمام طيب هنا خصائص الحياة الدينية في الايام دي كان الاعتقاد فيها لها خصائص يعني صفات الحياة الدينية اول حجم اول صفة من الصفات دي الاعتقاد بتعدد الالها المصر القديم كان بيعتقد بتعدد الايه؟ القليل يعني مثلا كان كل اقليم له المعبود الخاص به فادي تعدد القليل يعني كل دولة وكل محافظة لها الاقليم دي لها معبود خاص بيها فده كده ايه؟ فيه كذا إله يبقى الاعتقاد بتعدد القليل ان كل دولة وكل محافظة او كل اقليم ليه إله يعبده رقم اتنين من صفات الحياة الدينية الاعتقاد في البعث والخلوط يعني ان بعد ما الروح تموت كمان هتخلط وتعيش حياة أبادية بعد الموت يبقى البعث ان هي هتقوم تاني بعد ما تموت وللخلوط ان هي هتخلط في رئي الحياة التنازل كمان رقم ثلاثة من خصائص الحياة الدينية الاعتقاد في السواب والعقاب يعني ايه؟ يعني بعد ما يموتوا هيتحسبوه ييتسابوا على الحاجة الكويسة اللي هم عملوها ييتعقبوا على الحاجة الوحشة اللي عملوها رقم اربع اسموه الى التوحيد وطبعا عارفين مين صاحب فكرة التوحيد دي اللي هي واحد وهو كرس الشمس اللي مادد دي يعني مادد ايد ادمية بتمد ايد الخير للناس وهو اخناتون خلاص ده رقم اربعة بعد ما المعتقدات الدينية كلها او الصفات الدينية اللي احنا شفناها دي كلها كان اخر مرحلة فيها مرحلة اخناتون اللي هو وصل للتوحيد بس التوحيد عن طريق ايه؟ ان هو يعبد الى واحد كل الناس تعبد كل الاقاليب تعبد الى واحد وهو كرس الشمس هناخد بقى صفة صفة ونشوفوا اقول لي ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ في هذه الصفة اول صفة الاعتقاد بتعدد الالهة قالك تعددت الالهة عند قدماء النصريين ليه؟ بما تفسر قالك لان مصر قبل التوحيد على يد الملك مينة او الملك نعرمر كانت مقصمة الى عدة اقاليم طيب زي ما احنا قلنا مصر كانت مقصمة الى عدة اقاليم تمام؟ والكل اقليم اله خاصي بي طيب حد يقول لي ان كان فيه واحدة قبل الملك نرمر النعرمر او قبل الملك مينة هقولك او كان فيه بس الواحدة دي فشرت الى الواحدة الاولى كانت 42 و42 ومقلنش عليها ليه طيب دلوقتي عشان هي فشرت فعشان كده احنا بنتكلم على الواحدة اللي على ايد الملك مينة خلى كله ايه؟ كله تحت ايده وحد للشمال ووحد الجنوب تحت ايه؟ ايه؟ الاله ده بيعملوه ايه بقى؟ الاله ده بيعودوه في المعبد بتاعه بيعملوه معبد والمعبد ده بيكون ليه كهنة الكهنة دول زي الخدام بتوعه او زي يعني زي ايه كده رجال الدينة فالناس بيقوا للاله ده ويقدموا له القرابين القرابين زي الهدايا مين اللي بياخدها زي ما احنا قلنا؟ الكهنة يبقى الاله ده تقدم له القرابين ومش بس كده تصنع له التمثيل يعملو تمثال بنفس شكل الاله يعني هو تمثال كبير بيبقى داخل المعبد وهم يعملوه بقى تمثيل صغيرة بقى متدين او ياخد التمثال ده ويبقى معبود معاه في البيت خلاص يعبدو في البيت يبقى تقدم لهم القرابين اللي هي الاله دي وتصنع لهم التمثيل او تصنع للاله اللي هم بيعبدوه في الاقليم ده التمثال وتقام له المعابد زي ما احنا قلنا يعني كل اقليم بيعبد اليه وبيعمل المعبد اللي بيعبد جوه الاليه زي المسجد بتاعنا كده يبقى تقام له المعابد الاليه ده ويلتفون حوله في الاعياد علشان الاحتفال مع المعبود بتاعه يبقى واحد تقدم له القربين اتنين تصنع له التمثيل ثلاثة تقام له المعابد اربع يلتفون حوله في الاعياد بيقولك عندما كان بيعظم شأن اي مدينة او شأن اي اطليم او اي دولة فيهم يعني لما يرتفع منزلة المدينة دي كان بينتشر عبادة الاليه بتاعها يعني زي ما احنا قلنا اخناتون خلى العبادة بتاعة قرص الشمس موحدة فانتشرت عبادة الاليه ده يبقى عندما كان يرتفع شأن الدولة او شأن المدينة دي او شأن الاقليم ده كانت بتنتشر عبادة الاليه بتاعها طيب تعالوا شوفوا بقى الاليهة اللي في مصر القديمة احنا قلنا مصر القديمة قسمناها لدولة قديمة ودولة وسطة ودولة حديثة لو تفتكروا اللي هو عصر الرخاء الاقتصادي ده كان الدولة الوسطى عصر المجد الحربي ده كان الدولة الحديثة وعصر بنات الاليه ده كان الدولة القديمة طيب في الدولة القديمة انتشر عبادة اي اي المعبود احنا بنقوله المعبود او الاليه اللي هو كان بينتشر او كان الدولة العظيمة بتنتشر المعبود بتاعها في بقية الاقليم طيب انتشرت في الدولة القديمة او في عهد بناية الارماط عبادة الاله رعا يبقى الاله اسمه ايه؟ رعا طيب كان فين؟ في منف لو تفتكر كل شو يقلكو العاصمة كانت منف مكريب طيب كان مهم ان انتشرت عبادة الاله رعا كان في منف طبعا يعني الاقليل ده هو اللي انتشر فيه وبعد كده لما بيعظم شأنه بينتشر في الأقاليم الأخرى امتشرت عبادة الاله رعا في منف في الدولة القديمة بعد كده الدولة الوسطى اللي هو عصر الرخاء الاقتصادي امتشرت عبادة الاله اوزوليس وقسمها الاثول اه لو انت يعني وزير ويس خلاص وحطه آلف الأول اوزوليس دي اللي هو اله ليه؟ الموتة خلاص في الدولة الوسطى اما في الدولة الحديثة اللي هو عصر المجد الحربي امتشرت عبادة الاله أمون وبطيق لي انتوا اخدتوها كتير قوي ان كهنة امون كانوا بيحربوا او كانوا بيصوروا على اخناتون علشان مش عايزين الاه واحد اه يتوحد زي اللي هو اتون اللي هو كرس الشمس فيغضي على عبادة الاله امون بتاعهم علشان هما زي ما قلنا بيقدم للاله ده القرابين والتماثين فكان بيغضوا طبعا منافع كتير الكهنة فكده حيخليهم يعودوا في بيتهم ويقفل المعبد بتاعهم فالدولة الحديثة كانت منتشرة اوي فيها عبادة الاله امون وكان نيه ناس بيسطدوه كتير اوي من الناس يعني من زوجات الملوغ وكده فعني زوجة الفرقونس عاد كانت بتبقى زي مراض اخناتون لافرتيتي مثلا كانت بتحبي عبادة الاله امون فكانت تناس كتير اوي بيعبودوا او كانت منتشرة عبادة الاله ايه امون زي زوجة اخناتون اللي هي نيفرتيتي تمام كانت يعني بتفضل عبادة الاله امون علا عبادة اي حاجة او على عبادة اللي هو كان قرص الشمس او اتون اللي هو جوزها كان بيضعو الناس لعبادة اله وحد وهو اتون. نيجي بقى للصفة الثانية وهو الاعتقاد في البعث والخلود بعد الموت. كان المصر القديم يعتقد ان هناك حياة اخرى ينعم بها المتوفي وانه سيعاد بعثه ثانية بعد موت. يعني ايه? يعني كان بيعتقد ان هو حياء حيحي حياة يسبعست. يعني حيحي تاني بعد ما يموت. يعني العودة للحياة بعد الايه الموت. هيرجع تاني للحياة بعد ما يكون مات بس لما يسح بقى من الموت حيحي حياة ابدية اللي هي حياة ايه? الخلود. اللي هي حياة الخلود يعني حياة ابدية اللي هو مش هيموت فيها يبقى عدم الموت. ايمان المصر القديم بفكرة البعث والخلود. ايه اللي ترتب عليها? احنا كنا قايلين يبنا resource pour ça? علشان يدفن فيها الموتى وتحنط فيها الجسس فاكرية. يبقى نتيجة انه هو عنده فكرة البعث والخلود. اول حاجة حنط جسس الموتى عشان الجسة اه الروح تتعرف على الجسة بتاعتها. يعني زي ما قلوا ايه تدخل في الجسة بتاعتها. وتحيات حياة مرة اخرى. تمام? يبقى هو حنط الجسس بتاعة الموتى. دي نتيجة انه هو نتيجة فكرة البعث والخلود. رقم اتنين وضع الجسس في قبور حصينة. قبور منعة. قبور قوية. ليه ايه? الاهرامات اللي احنا قلنا عليها. يبقى حنط الجسس ده نتيجة انه فكره خلاص. رقم اتنين عمل لها اهرامات عظيمة علشان آآ يعني تبقى ايه? القبور دي تبقى محدش يقدر يخترقها ويعيشوا براحتهم حياة ابداية بعد الموت. يبقى طحنط الجسس ووضع الجسس دي في قبور ايه? حصينة اللي هي الاهرامات شيدوها في قلب الصحراء حيث يسود الجفاف عشان الدنيا تبقى جفة والجسس ما يعني ما تعفنش. خلاص? ده كده كان نتيجة اعتقادهم بالبعث والايه? والخلود. نيجي بقى بالاعتقاد في الثواب والعقاب. اعتقد المصري القديم بان الروح تتعرض للحساب. يا توساب زي ما احنا دروقتي يعارفين ان الروح الكويسة فينا هتروح الجنة والروح الشريرة هتروح الايه? للنار. يعني اي حد فينا بيعمل حاجة كويسة يروح هيوساب ويروح الجنة. اي حد بيعمل حاجة مش كويسة حيعاقب ويروح نار. يعني حيتحاسب. يبقى المصري القديم برضو اعتقد في الحساب. حيث يقف الميت امام محكمة وده صوروه في الصور بتاعتهم ان ايدي المحكمة يعني بيوزنوا زي ما يقولوا كده ايه? الاعمال بتاعتهم. المهم يقف الميت امام ايه? المحكمة. ده اعتقدهم. وبتتكون المحكمة دي من اتنين واربعين قاضي. يمثلون اقاليم مصر. يبقى كل اقليم في اقاليم مصر ايه? اللي هو اتنين واربعين ايه? قاضي. يعني اقاليم مصر كانوا اتنين واربعين. وكان كل اقليم فيه قاضي فهم قالوا لك الاتنين واربعين قاضي دولا حيحكموا اللي حيموت. يبقى تتكون المحكمة دي من قد ايه اتنين واربعين قاضي يمثلون اقالين مصر يرقصوا من اله الموتى اللي احنا قلنا عنيه في عصر الدولة الوسطى اللي هو بيقول لك كمان يقوم الميت بسرد اعماله الحسنة يقول انا عملت ايه كويس ويتبرق من اعماله السيئة ساعتها بتقوم المحكمة بوضع ميزان العدالة زي ما انتم شايفين في الصورة كده يوزنوا اعماله بميزان العدالة حيث يوضع قلب الميت في كفة يحط القلب بتاعه في كفة وفي الكفة الثانية توضع ريشة تمام تمثل الاله معت يبقى الريشة تجيبه تمثل عندهم الاله ايه ماعت خلاص يبقى فيه المتوفي هيتحط فيه آآ كفة والريشة بتاعت الاله معت في الايه فيه الكفة التانية طبعا اكيد الكفة بتاعت القلب اللي هتنزل لتحتها ايانية هترجح طيب الاله معت ده بيمثل ايه اله الحق والصدق تمام الاله ايه معي طيب قالك لا فان خفت موازينه فان ذلك يدل على انه بريء ومصيره الجنة بيشوفوا كده لو القلب بتاعه خفيف اخف من الريشة هيروح الجنة لو ما طبش تمام وان رجحت موازينه لو بقى كان تقل فان ذلك يدل على انه شرير ومصيره عذاب الايه الجحيم بس هم بياخدوا كده قلبه عشان يجربوا يشوفوا هو ايه رايح الجنة ولا رايح الايه النار تمام لو خفيف خلاص يبقى معندوش شر كتير يبقى يلا طير على الايه على الجنة لو آآ القلب طبه كانت ايه خلاص لو رجحت موازينه يعني كانت ايه هيخش النار خلاص يدل ان هو الميزان الشر بتاعه تقيل فيروح الايه النار او عذاب الايه الجحيم ده كان اعتقدهم في الثواب والعقابة نيجي لرابع صفة من صفات الحياة الدينية وهو السمو الى التوحيد رحب الملوك الفراعنة منذ فاجر التاريخ بتعدد الالها قالك عادي كل واحد يغبض المعبود اللي هو يرتح له كل اقليم يعبض اللي هو هايزه طب يطرى ليه حتى لا تترك السلطة الدينية في يد كهنة بتاعة اله واحد زي ما انتوا فاكرين الحياة الحديثة كان فيها كعنة الالها امو والكهنة دول السلطة بتاعتهم قوت جدا السلطة الدينية دي لما بتبقى في يد الكاهن بيقدر يتحكم في كل الناس وممكن كمان يموت الفراعون فالملوك حبه الملوك الفراعنة حبه انهم يتعدد الالها دايما علشان ما فيش كاهن يقوى السلطة الدينية في ايده فيقدر انه هو يموت الفراعون نفسه عشان كده رحب الملوك الفراعنة منذ فجر تاريخ بتعدد الالها يبقى بيما تفسر حتى لا تترك السلطة الدينية في يد كهنة اله واحد ساعتها يمكن ان ينافسهم في السراء والسلطان كمان ينافس الفراعون في السراء كمان يعني في الغناء يخلي الناس كلها خلاص بقى بتتقدم لهذا الكاهن القرابين كل الناس بتدي فروس وبتدي قرابين ليه الكاهن ده فتخليه غني تمام ويه ساعتها كمان تخلي ليه سلطان بذلك كان لكل قبيلة او اقليم الى ايه يعبدوا ولو تفتكروا في الاسرة الرابعة تمام كانت الدولة ضعيفة فاسر كاف ده كان كاهن من الكاهنة تمام واستطاع ان هو ياخد السلطة لان هو زي ما قلنا كبر وكان نسمي نفسه ابن الاله رع واخد السلطة وبنى الاسرة الخمسة لنفسه وبقى هو الفراعون وصار كاف ده مثال على التعدد الالها وخطرها لو كان اله ايه واحد في ايد كاهن واحد الا امن خطب الرابع زي ما قلنا وفكرة التوحيد اللي هو اخناتون ظهرت فكرة التوحيد بعبادة اله واحد على يد امن خطب الرابع الذي سمى الاله بتاعه ايه اتون ايه كورس الشمس الذي يرسل اشعته الى الارض فيحمل اليها النور والحياة والخير زي ما احنا كنا ايلين كورس الشمس نصوره بايد ادمية بتمنت يد الخير والحياة والنور للناس غير امن خطب الرابع اسمه وقال انا اسمي خلاص اخناتون يعني ايه؟ يعني المخلص لا اتون انشأ عاصمة جديدة لدولته ويسمها اخي تاتون يبقى شيل حرف اللون وحط ما كانها اليه والت هتبقى اخي تاتون يبقى دي كانت العاصمة بتاعة اخناتون واخدناها قبل كده او عاصمة دولة اخناتون او من خطب الرابع وشيت بها المعابد اخي تاتون دي بنى جواها معابد مفتوحة للسماء عشان يعبدوا براحتهم الشمس قبل من نقفل الدرس هنأكد بس على مفهوم الحياة الدينية مجموعة المعتقدات بتاعتنا الشعائر التقوص يبقى مجموعة المعتقدات والشعائر والتقوص ايام المصري القديم يبقى المعتقدات والشعائر اللي بيعملوها والتقوص التي كان يؤديها المصري القديم داخل او خارج المعايد طبعا؟ من الجاح وطوفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة